تقارير الـ LBCI التي تعرض كيفية هدر المال العام في السنوات السابقة حطت يوم الجمعة في هيئة أوجيرو متناولة راتبة مدير عام هيئة أوجيرو عماد كريدي بين عامي 2017 و2019 والذي تجاوز في فترات لـ 48 مليون ليرة لبنانية شهريا إلى تنفعات تعيين المستشارين وعقود بالرضى وهدر المال العام لم تدخل الـ LBCI بالتفاصيل فظن كريدي أننا لا نملكها فاتهمنا بالتزوير اقرأوا جيدا هذه المستندات معنا السيد عماد كريدي مع آخرين محال من النيابة العامة في ديوان المحاسبة إلى التفتيش المركزي وإلى الديوان والنيابة العامة التمييزية بتهم إساءة استخدام السلطة وصرف النفوذ والإخلال بالواجبات وهدر المال العام لماذا؟ تقول النيابة العامة للديوان في مطالعتها إن الراتب الشهري لكريدي بعد تطبيق التدرج الاستثنائي المخالف للأصول واحتساب تعويض الأعمال الإضافية قد بلغ 48.366.995 ليرا لبنانية إضافة إلى شهري منحة الأمر الذي يشكل مخالف للقوانين وهدرا للأموال العمومية إذن الـ LBCI لا تزور بالوثائق الرسمية تقاض كريدي في فترة من الفترات إذن أكثر من 600 مليون ليرا سنويا في شكل مخالف للقوانين صدقوا أكثر من راتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السنوي هيئة التشريع والاستشارات أكدت في رأيها في أيلول 2019 أن رفع أساس راتب كريدي من قبل الوزير الجراح يحتاج إلى مرسوم من مجلس الوزراء والأهم أن هيئة التشريع والاستشارات في أيلول أكدت أن المبلغ الأقصى الذي يمكن أن يتقاضاه عماد كريدي هو 84 مليون ليرا لبنانية سنويا وذلك على ضوء صدور قانون الموازنة العامة عام 2019 علما أن كريدي كان يتقاض مبدئيا قبل ذلك في فترات عدة 600 مليون ليرا سنويا من دون احتساب الضرائب الـ LBCI اعتمدت على الأرقام الواردة في الوثائق الرسمية والمطلعات القضائية والقانونية علما أن آخرين كالنائب جهاد الصمد مثلا اتهموا كريدي من مجلس النواب بتقاضي أكثر من مليار ليرا سنويا وبمعزل عن الرقم فقد قدم الصمد ملف الهدر في أوجيرو إلى نيابة العامة المالية التي ادعت على كريدي بهدر المال العام وأحالته إلى قادة تحقيق القانون قد حدد المبلغ الأقصى للرواتب والتعويضات الإضافية السنوية التي يحق لرئيس مدير عام هيئة أوجيرو أن يتقاضاها هو 84 مليون ليرا سنويا غير أن الواقع يقول أن رئيس مدير عام هيئة أوجيرو ومبادرة منه شخصيا أو بمبادرة من وزير الوصاية كما يدعي قد قام بتعديل أساس الراتب الشهري والتعويضات الإضافية لتصل إلى 1013 مليون ليرا سنويا هذا بالنسبة لراتبك أما بالنسبة لمستشاري هيئة أوجيرو الثلاثين في عهدك فقرأ معنا أيضا مطالعة الدوان حرفيا تعاقد هيئة أوجيرو مع 30 مستشار 21 عقد جديد وتسعة عقود مجددة دون أي اعتبار للمؤهلات التي يتمتعون بها ومن دون إجراء مباراة وفي شكل مخالف لنظام الموظفين وحتى تتأكد من رواتب مستشاري الهيئة راجع الوثائق الرسمية المسلمة إلى لجنة الاتصالات والإعلام شهريا وسنويا لتعلم على ماذا وقعت يدك هل يقنع كريدي بأن ما عرضناه ليس مجرد قشة وإنما مستندات موثقة بالأدلة أو يريد المزيد من المخالفات هل سيتجرأ سعادة المدير العام على الرد بمستند بدل الردح الشخصي كريدي وبالمستندات ملاحق أمام الديوان والتفتيش ونياب العام والقضاء بتهم مختلفة مشكلته مع القضاء وهيئة الرقابة ومستنداتها أما مشكلتنا مع السلطة فهي بأن مدراء عمين عليهم شبهات وملاحقات يستمرون بإدارة مرافق الدولة وأموال اللبنانيين لمجرد أن زعاماتهم تحميهم وتغطيهم ربما لأنهم على صورتها ومثالها ترجمة نانسي قنقر